على الطريقة الفرنسية حيث كل شيء خاضع للجدل والتفسير لم تحج بالعاصفة المناخية التي تضرب فرنسا الصعقة السياسية التي تسبب فيها الرئيس السابق للجمعية الوطنية ريشار فران بدعوته إلى تغيير الدستور الفرنسي لإنهاء القيد المفروض على الترشح للرئاسة بفترتين رئاسيتين متتاليتين صعقة أيقظت مخاوف اليمين واليسار من توجه الرئيس ماكرون عبر حلفائه والمقربين منه وبينهم فران تحديدا إلى تهيئة الظروف المناسبة لطرح تعديل الدستور وتمكينه من الترشح لولاية ثالثة ريشار فران الذي يشارك في اجتماعات استراتيجية في الإليزة بحسب الإعلام الفرنسي وبالرغم من انتقاده الحملة وقوله إن من المروع رؤية ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الكسولة حول اقتراح غبي لم أتقدم به في مقابلة لوفي جارو تحول إلى هدف شهي لمسؤولين في اليسار واليمين وفي وسائل الإعلام رئيسة كتلة فرنسا غير الخاضعة في البرلمان الفرنسي ماتيلت بانو تساءلت لماذا لا نعيد الإمبراطورية مع ماكرون الأول وصفة ريشار فران بأنه وجه الانجراف الاستبدادي الماكروني أما السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفي فور فقال بالنسبة إلى البعض تبدو الجمهورية السادسة أشبه بالإمبراطورية رئيسة المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي مانو أبغي رأت بدورها أنه لم يكن كافيا للملك ماكرون أن يلغي بحكم الأمر الواقع حق التصويت في الجمعية الوطنية يريد الآن تمديد فترة حكمه للمرة الثالثة وانضم فلوريون فليبو رئيس حزب الوطنيون إلى الحملة واعتبر أن ريشار فران هو منطاض تجريبي كبير متواعدا بالقتال حتى لا تدوم رئاسة ماكرون الثانية ومن جبهة اليمين سخر النائب عن الجبهة الوطنية اليمنية تيري مارياني من اقتراح فران وقال إن بول بيا رئيس للكاميرون منذ أربعين عاما وهو مثال يحتذا ترجمة نانسي قنقر